موسيقى تمام السادسة والنصف من قصب الأخبار نحييكم المشاهدين ونبدأ نشرتنا بالعنوين أزمة القطاع السياحية تلقي بذلالها على مؤشرات السياحة الانستشفائية وخدماتها المزداتة الحملة الوطنية للصحة النفسية بالوسط المدرسي حماية للتلميذ من الظواهر الخطرة الموقع الأثرية بباجا شواهد على تعقب الحضرات في حاجة إلى سيانة وتهيئة موسيقى مرحبا مجددا البداية مشاهدين بحالة تقص حيث يتوصل تقص اليوم باردا وأحيانا كثيفة سحب بأغلب الجهات مع أمطار مؤقت رعدية وتساقط البرد بأماكن محدودة وتم تسجيل تساقط الثلوج بالمرتفعات فقد شهدت المناطق الجبلية بولاية الكافة تساقطا للثلوج ونزول كميات مهمة من الأمطار تجاوزت الخمسة عشر ملي متر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن يتواصل تساقط الثلوج على هذه المناطق الليلة وخلال يوم غد الأحد هذا وقت والت أصلة الجهوية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتياطية لتوقي من تدعيات موجة البرد على الأهالي وعلى حركة المرور بكامل ربوع الشمال الغربي ودعت وزارة التجهيز والإسكان مستعملي شبكات الطرقات إلى ملازمة الحذر واحترام إشارات المرور تصدر تونس للمراتب الأولى عالميا في السياحة الاستشفائية والمعالجة بمياه البحر لم يشفع لها حيث أغلقت بعض المراكز الاستشفائية بجزيرة جربة أبوابها رغم الجودة في الخدمات المقدمة وضعية صعبة للقطاع السياحي ألقت بظلالها على منتوج السياحة الاستشفائية في تدعيات مباشرة لأزمة القطاع السياحي ببلادنا تأثر منتوج السياحة الاستشفائية والمعالجة بمياه البحر الذي تحتل فيه تونس المرتبة الثانية في العالم بعد فرنسا وأقفلت عديد المراكز الاستشفائية أبوابها بالمنطقة السياحية جربة جرجيس الآن يجب اللهم الم corpse يجب البحر يجعب إيجابي يجب اللهم أيضًا منه أن يجب المرiffe بنيا،apatن مع السياحات الإيجابية الآن في جربة عام 800 طال و Goodnight 10 pun 80 طال و 85 طال مثكر اللوطل الللي مازالت محلولة لمن Это 80 لم يجب ومع تراجع الإقبال وتزيل نقص واضح في عائدات هذا المنتوج حافظت الخدمات ومختلف العلاجات على جودتها بحسب المختصين والحرفاء أنفسهم في الميدان هذا الكل معناها ناس متكونين قريين الكل كما تشوف تراجع برشا أحب هذا البلد وكنت منذ كان لسنوات لذلك فأنا وفيا له وموظب على زيارتي كل سنة فهذا الفندق جيد وبه أشخاص أكفاء إشكالية هيكلية لمنتوج حيوي مشتت بين وزارتي السياحة والصحة زادها تأزما ما يشهده القطاع السياحي برمته منذ سنوات في تونس في ولاية الجسرين حالة احتقانا في صفوف المعاطلين عن العمل الذين أكدوا التلعب بملف الانتدابات بعد التغيير في القائمة الأصلية للأسماء ما دفع بعدد من المعنيين بالأمر إلى الاحتجاج والمطالبة بضرورة فتح تحقيق في الغرض إصابة بالقة الخطورة استوجبت نقل شاب إلى أحد المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج إثر تعرضه إلى ساقة كهربائية بعد تسلقه لعمود كهربائية قصد محاولة الانتحار زميلنا هذا قمنا بالاعتصام في مبعضنا من عملهول دجارة الحكاية قلت لي حكوها أصحابي ما غير لنطول عليكم مشابش يقابل ليسة هذه اسمه واسمي واسم برشا سيمي تبدله مشابش يقابل الوالي بيشوفوا الوضعية فمبني إذا بيت وقت لا محابش يقابله عائلة الشاب المذكورة وأصدقائه أكدوا وجود تلاعبا بملف الانتدابات وطلبوا بفتح تحقيقا في الغرض وفتح ملف الفساد نحى اسمه السنين فازة عليش يتنحى اسمه سيمي نصنع لي رشاد عليش نحى سيمي نصنع سيدي وعليش تبدل شكون اللي يبدلهم أنا نشكل السلطة المعنية وللوزير الأول وللوزير ذا ورئيس الدولة وللنوابا متاعنا اللي نايبينها يعطوني حق ولدي شفنا القائمة اللي تم عددها سنة 2014 لقينا أنه نقص منها مجموعة وتعرفوا أنه بطبيعة الحالة أنه الانتدابات هي تمر الحبر إجراءات إدارية بش ننثبته شنية الأسباب اللي دعات أنه هالمجموعة هذية معناها ما تمش الاتصال بها مع العلم ونأكد هذي أنه نفس القائمة اللي تم الاتصال بها اليوم هي نفس القائمة اللي تم إعدادها سنة 2015 نقصت منها عدد اللي هو في حدود 87 كما طرحت هذه الحادثة إشكال القطاع الصحي بالجهة ونقص الإمكانيات المادية والبشرية بالمستشفى الجهوي بالقسرين ضرورة أن يكون الإصلاح التربوي بمختلف مراحله محل أوسع وفاق ممكن بما يوفر شروط الفضل لتجسيمه وتحقيق الأهداف المرجوة منها هذا ما أكده رئيس الحكومة لحبيب الصيد خلال لقاء جماعه اليوم بقسر الحكومة بالقصبة بوزير التربية ناجي جلول وكان اللقاء مناسبة لمتابعة سير عمل وزارة التربية وبرنامج عملها في الفترة القادمة في طريق تكريس التوجهات والمشاريع المندرجة ضمن ميزانية الدولة لسنة 16 و2000 كما تم تطارق خلال هذا اللقاء وفق بلاغاً إعلامي لرئاسة الحكومة إلى سير الموسم الدراسي والجهود المبذولة لسيانة المؤسسات التربوية خاصة في المناطق الداخلية إذن نواف معالجة لعدد من ظواهر النفسية التي يمر بها التلميذة أطلقت وزارة التربية برنامجاً لصحة نفسية في الوسط المدرسي وكانت الانطلاقة في هذه الحملة الوطنية من مدينة العلاب القيروان من خلال لقاءات تفاعلية بين التلميذ والإطار التربوي من مدينة العلاب كانت انطلاقة الحملة الوطنية للصحة النفسية في الوسط المدرسية برنامج أطلقته وزارة التربية ويهدف للحد من الظواهر الخطرة حملة الوطنية والانطلاق يكون أساساً من الوطنية القيروان وأساساً من العلاب نحن نعمل أنه هي حملة وطنية للصحة النفسية تستهدف أساساً أبناء التلميذ أطباء نفسيون من مختلف ولايات الجمهورية ينكبون على دراسة بعض الظواهر لدى التلميذ من خلال أنشطة الموجهة نجم النار نحمل الشعار ندفع عليه نتنقل في مناطق الجمهورية الكل نشرك معي تلمذة أنا المساج اللي مررت وطولت تلمذة الكل قلت له معاش تستناو أن واحد معنتها يجي يعطيكم أسباب السعادة رغم أهمية الحملة النفسية التي أطلقتها وزارة التربية فإن بعض المربين يرون أنها أتت متأخرة بعض الشيء ويرجون أن لا تكون بصفة ظرفية وفي موضوع آخر الآن وبعد غلقه لمدة أربع سنوات تمت إعادة فتح مركز شرطة العطايا بولاية اسفاقس عودة استبشر بها رجل الأمل يؤدي مهمه على أفضل وجه والمواطن الذي تعطلت مصالحه سي ناصر لا يكاد يصدق أنه سيزيح اليوم عن نفسه عبء استخراج جوازي السفر لابنتيه دون عناء التلقل إلى منطقة الأمن التي تبعد عن محل السكنه أكثر من عشرة كيلومترات هذا مشاكل كله يحلها ويجب أن الناس أفهم المشاكل المركز معناها عنده قيمة كبيرة برشعة ما يلزم معناها تصرفات تبدأ تصرفات غالطة ومش في بلسطها تصرف يبدأ عشوائي ولا مشكلة ولا كذا يبعد عن مؤسسة وعلى كذا لأن هذه مؤسسة دولة نستحقوها وثيقنا مشاكلنا كل تتحلقها هنا هذا عدى الهاجس الأمني الذي عاشت على وقع المنطقة منذ أربع سنوات في غياب نقطة أمنية قارة قريبة كموجودة الزطة وغيرها وغيرها وتدعوى المركز يكسروا ومش عنه كل شيء ومساعده مش فاش الأم يكون هنا وما رجل نصلح المركز يكسروا وعلى شيء ما رجل نجيل هنا باشهم يقعدوا من السلسفية في البيت على الرعب يعيشوا بربوط مطلب معناها أكيد ومؤكد جدا معناها الناس كل طالبة به هذا من قامة الثورة هذا ثاني مرة يصلح المركز هذا وحتى التصليح المركز هو من المواطني والناس كل ضافرت جهود متاحهم ورجع للمركز هذا بمساعدة أهلين تعالجيها اليوم كانوا يطالبوا به مع أنت بشدة وسهموا حتى في تهيئة متاعه في صيانته والحمد لله ورجعنا تولي يوم تركزنا هنا وإن شاء الله نقدم خدمات المرجوة من المواطنة لكي نكون بحق شرطة جوار وأمن جمهوري في ميناء العطاية هو برجس أمنية أخرى جعلت المشتغلين في الميناء يستفشرون بقرب افتتاح مركز للحرس البحري المركز راهه ضروري بالنسبة لكي يجري في وسط البرت أنا قلت لك راهي حاجة ضروري أمن في البلاد راهوا به أما يخيز زادة منحبهم ستظلموا على المواطنين أمن البلاد يتطلب ماذا فتحانا المركز كما هذا وأمن البلاد يعني وأمن المواطن بالأساس أيضا يتطلب ضرورة فتح المركز كهذا بالستثناء تعطل الخط البحري لم تعرف قرق نتوتر النمية خطيرا طيلة السنوات الخمس الماضية إلا أن المراقز الأمنية القارة وأعوانها وتجهيزتها من شأنها انتضع حدا لعدد من التجاوزات في شتاء الجزيرة وصيفها في طرى الاحتفالات بذكرة الخامسة لعيد الثورة شهدت كل من مدينتين المكنين ومنزل النور احتفالات شبابية تكريما لشهداء المؤسسة الأمنية من أبناء المنطقة احتفالات جاءت تحت عنوان نحن الشباب حماة الحمى من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والرياضية إحياء لذكرى شهداء المؤسسة الأمنية وفي إطار الاحتفالات بعيدية ثورة وشباب شهدت مدينة المكنين من ولاية المنستير احتفالا بتحية العلم في إطار البرنامج الوطني شباب الوفاء حماة الحمى من نسوة الاحتفال بعيد الثورة وعيد الشباب قامت در شباب المكنين على غير جميع دور الشباب بتنظيم تظاهرات شبابية عنوانها نحن شباب حماة الحمى الرهبيين هذوم نحن قاموا فيهم بالإبداع بالفكر بحب الوطن بالعلم مفده هذا هو دورنا وشاء الله شباب تونس وتحية تونس أنشطة ثقافية وشبابية إلى جانب تكريم الجيش الوطني وممثلين عن أسلاك الأمن الوطني احتضنتها دار الشباب المكنين وكانت فرصة للإطلاع على مختلف أنشطة الدار والتكريم للشهداء من الأمنيين أشرف ولي المنستير على تدشين نهج باسم الشهيد محمد بوفريخة اعتبار جيد أكيد إن كان جاء ماخر شوي أما نشكر كل من كرم وكل من جاء وحذر ونترحم على كل شهداء تونس نحب اليوم الشباب وجميع المواطنين كلهم فاعلين في بناء مقاومات الدولة الحديثة ومقاومات الجمهورية الثانية وفي منزل النور أشرفت السلطات الجهوية على تدشين نهج ومدرسة باسم شهيد الوطن والحماية المدنية سامي يوسف ولاية المنستير في عيد الثورة والشباب موعد متجدد مع الوفاء لذكرى الشهداء والتكريمهم وفرصة للاستماع لمشاكل أهلهم التي لا تزال عارقة وبحضور عدد من شباب ولاية سليانا انتظمت ندوة فكرية بالجهة بمناسبة الاحتفالات بذكرة الخامسة للثورة ندوة تطرقت لمسار الحراك الاحتجاجي والمرجعيات الاديولوجية من ثقافة الدولة إلى ثقافة الثورة هو عنوان هذه الندوة التي احتضنتها دار الثقافة بسليانا وشهدت مشاركة عدد من الباحثين والمحاضرين الجدالية القائمة بين وجود الدولة ووجود الثورة نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بينهما كما تناولت الندوة المرجعيات الحضارية والاديولوجية للمد الثوري لدى الشباب وتطرقت إلى تأثير بعض الشباب بالطيارات والمرجعيات الوافدة وخاصة منها الطيارات المتطرفة خلال السنوات الماضية طيارات الإرهابية تستغللها شاشة بتاع الشباب المتاعنا اللي هو حاير في المرجعي الدينية متاعه وشنية إن دراء يمشي إيقاط الأخرين لخاطرهم كفار إن دراء يمشي ينغمس في منعوا الشباب المتاعنا من هذا يلزمنا نرجعوا له الحلم الندوة تناولت بالدرس والتحليل الحرك الاجتماعي في تونس خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحالي التعريف بمحطات تاريخية لم تخصص أو لم تستعرض ولم يهتم بها كمالي سواء كان في معناها الكتب المدرسية أو في مجالات الثقافة وغيرها الندوة التي تلتأم بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة التونسية شهدت حضورا لافتا من شباب مدينة سيليانها موضوع حالة صحفيين من تلفزة الوطنية وموقع الإلكترونية حقائق أونلاين كان الموضوع الأبرز للشماع المكتب التنفيذية لنقابة الصحفيين الذي أكد أنه سيبذل كل الأشكال النظالية في محاولة لدعم الصحفيين وخاصة في محاولة لتركيعهم ومعاناتهم على خلاف المرسوم المنظمة للقطاع تصدر موضوع التذيق على الحريات الصحفية بإحالة صحفيين في قضايا بموجب قانون مكافحة الإرهاب جدول أعمال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي المؤسع للنقابة الوطنية للصحفيين تونسيين المنعقد بقفسة يوم أمس رئيس تحرير حقائق أونلاين وصلوا معناها استدعاء للموثول أمام البحث في مجال على منطوق قانون الإرهاب أيضا بالنسبة لزملاء في التلفزي الوطنية وقبلها بعض زملاء نحن نعتقد أن اليوم هناك هجمة حقيقية على حرية الصحفة المكتب التنفيذي قرر أن يكون خلية أزمة تظل على يقظة كاملة وتظل في اجتماع دائم ومتابعة لما يحدث من هذه التذيقات الأمنية الخطيرة طلبنا من زملائنا في التلفزي الوطنية ويوم أمس في حقائق أونلاين بعدم المثول لا أمام الفرق البحث ولا أمام حتى قاضي التحقيق لأنه نرفض أن يتم استدعاء الصحفين من خلال فقط الهاتف وإنما يجب أن تكون استدعاءات قانونيا وأن يتم في الاستدعاء التنصيص على التهمة والتنصيص على صفة الزميل إذا كان شاهدا أو إذا كان متهما النقابة الوطنية للصحفين التونسيين أشارت للخلق الواضح للمرسوم 115 المنظم لحرية الصحفة مؤكدة أنه لا مجال للتراجع عن المكاسب المحققة في القطاع اليوم نحن كقسم صحفي متحملين مسؤوليتنا ودورنا التاريخي قمنا به سيحسرت بعض الأخطاء من دور المهنة هي تنظفها ليس من دور السلطة السياسية نرفض رفضا قاطعا إحالة الصحفيين خارج منطوق المرسوم 115 على خلفية قضايا تتعلق بعملهم الصحفي هذا وشددت نقابة الصحفين تونسيين على ضرورة عدد ميثاق مهنية يضبط المبادئ العامة للتعاطي مع الإرهاب يكون أساسه الدقة والمصدقية وقعوا صحافة القربة في الأعلام الجهوية وأي دور يكتسيه مثلت أبرز محاور اليوم الإعلامي الذي أقيم بمدينة توزر بمناسبة الاحتفال بذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس وكالة تونس أفريقيا للأنباء لقاء طريحت خلاله كذلك الإشكاليات والتحديات الخاصة بصحفي الجهات أي دور للإعلام الجهوي بعد الثورة وواقع أعلام القرب بالجهات الداخلية تلك هي أهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال اليوم الإعلامي الذي انتظم بفضاء دار بن عزوز بمدينة توزر في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لمدعاث وكالة تونس أفريقيا للأنباء بحضور مجموعة مهمة من الصحفيين الجهة أصبحت أصوات متعددة وخرجت من بوتقة الصوت الواحد الإعلامي في الجهات ولا متحرر أكثر متحرك أكثر مع أنت في المساحة الجغرافية أمتاعه ولا عنده دور مع المجتمع المدني رغم ما حققوا الإعلام الجهوي في فك العزلة إعلاميا على المناطق الداخلية إلى أنه ما يزال بعض الإعلاميين وأصحاب القطاع يعانون بعض الصعوبات متطلبات المواطن والطلباتهم من الصحفي ولا أكبر ولا يحاول يفرض وجهة نظر على الصحفي ولا يوجد نفسه في حيرة بين ترضية المؤسسة العالمية وترضية المواطن نلاحظ كون الإعلام المحلي والجهوي مطروح عليه معناها التزامات كبيرة وعلى عادقه محطوطة مسئولية كبيرة خاصة في ذل التغيرات التي تشدها المؤسسات على مستوى المحلي والجهوي طموح الجهات الداخلية بوجود مساحة أعلامية أكبر في الأعلام العمومي طعنى بالمشاغل الداخلية هو مطلب قديم جديد كنا تحدثنا بعد الثورة على ظهورة إيجاد قناة وطنية طعنى بالشأن الجهوي يبدو أن هذا المطلب إلى حد الآن لم يحقق اقتصر فقط على بعض الأخبار الجهوية تعزيز القدرات اللوجستية والبشرية في الجهات الداخلية لضمان أوفر الحدود المراسلين وصحفين العمل في أحسن الظروف من الأشكاليات التي تمت طرحها في هذا الملتقى ولهن إلى صالونا التسوق بجزيرة جربا في مواكبة لآخر الابتكارات في الأثاث وديكور دورة ورغم نقائسها المسجلة في مستوى تنوع المنتوج فإنها شهدت إقبالا وكان المعرض فرصة للعارضين من خلال خلق حركية تجارية بالجهة في تظاهرة اقتصادية جديدة انطلقت بجزيرة جربا فعاليات معرض اقتصادي عده السناعيون والحرفيون فرصة متجددة لعرض آخر ابتكارتهم مباشرة للحرفاء والمستهلكين قدموا في الفروشات متاع تركيا اللي تخص معناها زهاز العرائس وإن شاء الله القبال يكون باهم فروشات سورية فروشات من سوريا وحاجة يعني إن شاء الله إن شاء الله يكون عند الحزن الظني عند الناس وكهو أسعار باهم يعني مدروسة الأسعار متاعنا كلها مدروسة الدورة فهمتني يراه هي معنا تخدم مصلحة الشاري أكثر من مصلحة البيع خد ديما عنده فرصة فليبري فنفرصة فليبري على الشرق ديما فهموا سومتا معرضا الحارف لازم ديما يلقى منتوج جديد ويلقى موديلات جديدة وحاجة ذات جودة عالية ولئن وفر هذا المعرض مجالا إضافي للاختيار للحرفاء فإن تنميح المعرضات المقدمة فيه مثل مطلب من واكب هذه التظاورة الاقتصادية موجود كل شيء كل شيء متوفر كل شيء باهي موبيليات رخيصة كل شيء تصوره في بالك موجود كل شيء متوفر رخيص برابور البر الأساس في العرضين هو الجودة وهذه هو الرسمانة هي الجودة المنتوج اللي موجودة إن شاء الله تونس يكون موجود من بنزر من سوسة من تونس من سفاقس من الجنو موجودة هنا لكي نوفره أكثر نقول لكي نحن اختيار للشارج في انتظام معرضا اقتصاديا بحسب المختصين فوائد وعوائد مشتركة للمصنعين والحرفيين والمهنيين والمستهلكين على حد السوا مواقع أثرية بمدينة باجع الأهميتها التاريخية والثقافية تشكو وضعيات متردية والأسباب تختلف بين قلة الإمكانيات المواجهة للصيانة والمشاكل العقارية العالقة وضعية مزرية لهذه المعالم عمقت أزمة السياحة الثقافية والتنمية الجهوية في انتظار الإيفاء بجملة من تعهدات مواقع أثرية متنوعة بولاية باجع صنف بعضها ضمن مواقع التراث العالمي مواقع اختلفت أهميتها التاريخية والحضارية لتشكل الجهة مزيجا من الحضارات كالرومانية والبيزنطية والأندولوسية والعربية الإسلامية الولاية فيها كثير من المعالم والمواقع التي تستحق العناية فيها اللي تم ولا معناها كما دقوا اللي هي مازالت تستحق عديد الخطوات الأخرى ولكن فما حاجات اللي مازالت في الحقيقة في زمنها تدخل عاجل لفت عاجلة من محدة لوتن توراث وإلى السيدة وزير الثقافة الجديدة رأوا من نجموش منحاربوها الأفهمت على الإرهاب المتوافد علينا معناها من كل صوب وحادب إلا بالثقافة والثقافة يزمون عندها بصمة ثقافية وبصمة معناها تكون نابعة من الموروثة الثقافية باش النجمو ننهضوا بالبلاد هذه هي تونس وكل هذه المواقع ظلت وضعية العديد منها متردية فيما توقفت أشغال سيانة عدد من المواقع الأخرى وصلنا إلى نتيج نعتبرها مقبولة ولكن أنا أقول في نهاية الأمر أنه في هذا الملف وهو مهم جدا بمقايس مختلفة بمقايس مجداني ولا التاريخي ولا مقايس المنفع المادية من حيث رول التثمين هذا الأرث الحضاري ما زال ينتظرنا جهد كبير وعمل نتوقع مضني ولكن إن شاء الله نتوج بنتائج طيبة بالنسبة للجهة وبالنسبة لهذا الموضوع بالذات تدخل ملكية هذه المواقع وضعف الاعتمادات الموجهة للصيانة عوامل يرى المختصون أنها أثرت على وضعية هذه المعالم التاريخية بولاية باجا يمكن لمعات وراث أن معنتها يطلب اعتمادات مخصصة لمعلم معين بعينه إذا كان مش تابعه هذا أعتقد أنه تم رفع اللبس هذا تهيئة هذه المواقع قد يسهم في تثمين دورها في دفع التنمية بالجهة وخاصة من حيث الارتقاء بالسياحة الثقافية بجاء إذن آخر محطة صنا الإخبارية لليوم مشاهدين ونذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من عنوين أزمة القطع السياحي توقي بذلالها على مؤشرات السياحة الاستشفائية وخدماتها المزدات الحملة الوطنية للصحة النفسية بالوسط المدرسي حماية للتنميذ من الظواهر الخطرة المواقع الأثرية بباجة شواهد على تعاقب الحضارات في حاجتنا إلى الصيانة والتهيئة نقطة الختام مشاهدين لليوم ضمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة